الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العلي العظيم أكثر الرهانات الخاسرة في الحياة الرهان على الأهداف الكبيرة والإنسان لا يكاد يمسك نفسه عن هذا النوع من الرهان هناك نزعى في النفس دائما تملي على الإنسان تهمس في آذان الإنسان أن العيش التي يعيشها ليست جديرة فدائما هناك تحفيز داخلي على توسعة الأهداف وهذه التوسعة ليس لها حد كلما يوسع الإنسان أكون هناك نزعة جنونية جنون الأهداف كلما يصل الإنسان يحقق إنجازات يحقق عظمة في الحياة يبقى ولوعا في تحقيق أهداف في اتباع أهداف أكبر ألهاكم التكاثر ألهاكم إلهاء حتى زرتم المقابر إلى لحظة الموت أكون نزعة تلهي الإنسان نزعة التكاثر نزعة التوسع والتمدد كلما يحقق الإنسان إنجازا هناك ميل شديد لتحقيق إنجازا أكثر التوسع أكثر في الممتلكات في القابليات في الإمكانات حياتنا أخيرا تنقضي في هذا التمدد وهذا التوسع في هذه النزعة الجنونية التي لا نهاية لها الإنسان أخيرا ينتهي وكل العمر قضاه في محاولات هناك آثار سلبية عديدة تترتب على هذه النزعة أولا مو كل واحد يتمكن ينجز الأهداف الكبيرة الأهداف تحتاج إلى مهارة تحتاج إلى احتراف دائما الإنسان يجيد في شيئين ويخطئ في شيئين يجيد في ماذا في رسم الأهداف الواضحة دائما يعلمونه أنه إذا تريد تنجح يجب أن تحمل أهدافا واضحة شفافة مو غامضة ثم بعد ذلك نجيد في أن نحول هذه الأهداف الكبيرة إلى أهداف صغيرة حتى نتمكن ننقيسها نتمكن ننحققها هذا أيضا تدريب يحصل للإنسان ونفكر أنه من الخطوات القصيرة نحقق أهداف كبيرة هذا شيء عموما إجمالا نعرفه وهذا الجانب الإيجابي في مسألة الأهداف ولكن أي واحد مننا لا يعرف لا يمكنه أن يقيس حجم المقدمات حجم العقبات التي تعترض الطريق يقرر أن يصير مثلا طبيب كبير مثلا يصير تاجر يصير عالم لكن هذا القرار قرار كبير يحول أولا واضح طبيب شهير هدف واضح هذا الجانب الإيجابي ثانيا يحول هذا الهدف إلى مقدمات صغيرة ولكن لا نتمكن أن نقيس حجم العقبات الهائلة التي تعترضنا في الطريق هذا لا نعرف أن نقيس الأهداف الصغيرة تجتمل على عقبات كبيرة لا نعرف هذه العقبات ولا يمكننا أن نقيس حجمها والمصيبة الثالثة الجانب السيء حقيقة أنه لا نعرف كيفية التعامل مع العقبات الكبيرة مو فقط حجمها شنو كيف يمكن الثبات على هذه المقدمات كيف يمكن المواصلة في الدرب الأهداف تعطينا الحافز تعطينا قوة المواصلة والثبات ولكن العقبات تجعل منا ننكفع على ذاتنا بعد فترة عقبة تلك عقبة تلو عقبة النتيجة شنو يحصل عزوف يحصل تثبيت ذاك التحفيز اللي يحصل من اسم الأهداف بسبب هذه العقبات وعدم معرفتها والقدرة على قياسها يعني مقايستها يحصل تثبيت وتراجع والإنسان بالنتيجة كل عمر يصير في محاولات استباقية تقدمية يروح يقدم وبعد فترة يشوف أنه القضية أكبر من رأسه وما يتمكن يتراجع والعمر كل يصير في هذا الأمر يا أيها الإنسان إنك كادح الكدح من الكلمات التي تصدى لها الأدباء في القرآن الكريم إلى عمق كل كلمات القرآن لها عمق الكدح شنو هو العمل الدؤوب المتواصل الجهد البالغ هذا الجزء الأول من المعنى الكدح الجزء الثاني الذي لا يحقق شيئا إلا تأثيرا بسيطا في الحياة هذا معنى الكدح مثل الخرمشة كيف الخدش والعض هذا في معنى الكدح ها يذكرون العض كيف يحدث شيئا في الذي يتصدى الإنسان بالنسبة إليه الكدح معناته هذا جهد بالغ نتيجة خدش إنك كادح إحنا حياتنا هذه هذه خلاصة الحياة جهد وهمة ومواصلة وتأكيد وبذل مال وتخطيط على كل حال الإنسان يلقي بنفسه في المهالك وأخيرا شنو النتيجة لا يحدث في هذه الأمور اللي يتصدى لها إلا فد بمقدار فد خدش فد عض فقط ينال من الدنيا مجرد عض مو عض قاضمها لا لا تقضم بس يعني لا تقطع لا تستأصل مجرد عض العض تحدث أثر بسيط الأعمال الكبيرة في الحياة مهمة ولكن هناك الخطأ الأساسي الذي يحصل لدى الإنسان أنه يستهين بمجموعة أمور تافهة هذه الأمور التافهة تكون على حساب شنو فشل المشروع الأعمال العظيمة والأهداف العظيمة هذه مهمة ولكن الأهم منها أن يراعي الإنسان مجموعة أمور تافهة هي أربعة خمسة أمور تافهة لازم يضعها بعين الاعتبار ويوليها اهتمامه الأكبر الأهم يجعل المهم تافه الاستراتيجيات أركان الإنجاز روح الإنجاز مجموعة أمور تافهة يجب أن تختارها ولا هي أمور سلبية الاستراتيجية أمور إيجابية أمور سلبية قرر من أول يوم عندما تقرر الأهداف وتقرر الطرق أو الاستراتيجية للوصول إلى هذه الأهداف قرر أكفة شمشي بكل صورة تجنبها أربعة أشياء أمور تافهة سفاسف رحلة بس هذه الأمور تجنبها روح الحياة إذا أهملتها إذا تجاهلت هذه الأمور وعادة أن الناس يتجاهلون الأمور هذه الأمور لا لا اعتبروها سفاسف من الأشياء المسلمة في عقيدتنا عقيدة الناس أن الأمور الضحلة يجب عدم الاهتمام بها هذا الاعتقاد الخاطئ يأتي نتيجة فشل كل المشاريع اللي الإنسان يتصدها شنو هاي الأمور أربعة أمور ضحلة بس يجب تجنبها عندما تختار الاستراتيجية تختار القواعد المهمة في الحياة أيضا جنبا لجنب اختار أمور أي شي تحب أمور تجنبها بكل صورة اختار أمورا بكل صورة لا تنعكس في حياتك إنسان يريد مثلا يزوج خب شنو الاستراتيجية في الزواج يريد يسافر شنو الاستراتيجية ما يخالف أي شي تقرر حسب لكن أيضا اختار أمور لا تصدر منك في الحياة الزوجية بكل صورة هي أربعة ثلاثة أربعة مو ميتين شي الإنجازات دائما تقوم على ميتين قانون وركن ولكن جوهرة الحياة روح الحياة تقوم على عدد قليل من الأمور التافهة الضحلة التي يجب تجنبها كما تختار الأمور التي تفرض على نفسك التزامها والثبات عليها اختار كم شغلة بسيطة اللي لازم تتجنبها في الحياة بكل صورة لا تنزلق فيها هذا هذا روح الحياة شنو مثلا شنو أولا لا تستعجل أربعة أشياء ما أقولها خمسة لأن هذا الخمسة عدد مبارك أربعة أشياء ضحلة أولا العجلة خلق الإنسان من العجل نحن مجبولين على العجلة العجلة دمار العجلة دمار العجلة أهم العوامل المهلكة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول هذا كلام المهلكة هذا كلام أمير المؤمنين العجلة أمير المؤمنين يقول يقول إذا تأنيت ترويت في الحياة وفشلت في الحياة أنت مصير وإذا استعجلت ونجحت وحققت نجاح باهر أنت مخطئ كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه العجلة دمار هذه من الأمور التافهة هذا يجب تجنبها هذا الأول أربعة أمور طلعها من حياتك قرر أن تتجنبها هذه الحكمة الآيات القرآنية لاحظوا أقرأ هذه الرواية خلق الإنسان من عجل سورة الأنبياء 37 وكان الإنسان عجولا سورة إسراء آية 11 قال أمير المؤمن إنما أداة حصر هلك الناس أهلك الناس العجلة إنما وقال العجول مخطئ وإن ملك وإن ملك صار ملك أصلا يعني ما لك شيئا والمتأني مصيب وإن هلك وإن هلك هذا كلام أمير المؤمنين هذا أول ثانيا الطيش والغضب والإنفعالية وخر من هذه الأمور قرر للا تكون في حياتك أقل للا الاقتصادية تريد تزوج في حياتك الزوجية قرر للا تغضب الطيش الإمام زل العابدين عليه الصلاة والسلام يقول أتمنى يحلف الإمام يقول والله أتمنى أفتدي ببعض لحم ساعدي يعني شوفوا هذا أهم لحم يغطي الجسم الساعد كل شغل الإنسان بالإيد هذا أفتدي بخصلتين في شيعة في الشيعة أولها النزق نزق يعني طيش يعني شايف الإنسان لما يعصب بعض الأوقات الإنسان يغضب يغضب ويكتم غضبه بعض الأوقات يفلته يفلته هو أساسا يفلته الإمام يقول والله أتمنى أن أفتدي هذه النزعة هذه الطبيعة الضحلة اللي موجودة في شيعتي أفتدي ببعض شوف هذه كلمة مبالغ فيها هذا التعبير من الإمام المعصوم والإمام حاشاء يبالغ شوفوا شلون المهم هذا العنوان الثاني انفعالية انفعالية منفلتة العنان هذا الثاني اغضب ما يخالف بس لا تغضب بغضب شديد طيش نزق يعني طيش يعني انفعالية شديدة فإن واحد من أهل البادية الرواية في الكافي الشريف يقول إجا إلى النبي صلى الله عليه والله قال له يا رسول الله أنا هوا مسافتي طويلة وما أظن رح أتمكن ألقاك هذه أول مرة وآخر مرة انطيني فتشي كلام نصيحة عدل جوامع الكلم انطيني فتشي لي يختزل كل المفاهيم والقيام فقال عليه السلام كلمة لا تغضب في الرواية أكو قال ما يخالف أخذ بعد رسول الله هذا مش خطوات بعدين فكر هذا بعد وين رح يشوف النبي صلى الله عليه والله رجع قال يا رسول الله أنا بعد وين أشوفك انطيني في تشي زيادة فقال عليه السلام لا تغضب الرواية رواية متعددة هذه المضمون ثلاث مرات بعد المرة الأولى يعني يظهر أنه أربع مرات راح رد والتمس النبي صلى الله عليه والله والنبي لم يزده إلا هذه الكلمة وقال للنبي أنه انطيني في المفهوم اللي يغطي كل القيم والنبي استجاب له لا تغضب قال له هذا الثاني الثالث العنوان الثالث الشكاية والزعل والعتاب واللوم لا تشتك شنو يصير إذا أنت متفضي الشكاية كارثة الإمام الهادي أبو الحسن الثالث صلوات الله وسلامه عليه يقول العتاب مفتاح الثقال تعرف العبارة الثقال جمع محلى بأل يعني كل مفهوم ثقيل في الحياة يدمرك يحرجك هو العتاب مفتاح هذا هذه الثقال عندك خزنة احتفظ بي صحيح أنت تتبوح بي راح تخفف يقولون اللسان مهفة القلب أنت تتهفي على أي حساب بحساب دمار حياتك لا تلوم شيئا لا تشتكي من شيئا هذه هي الحياة انسجموا إياها لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي لأنسبن الإسلام شوفوا دير بالك ولا ينسبها بعدي أحد إلا بمثل ذلك ألا ألا دير بالك شوف ألا أداة تنبيه ألا وأن الإسلام هو التسليم ويسلم وتسليم ما يعني شنو مو يعني يقولون السلام عليك يا رسول الله هذاك سلاما مو تسليم تسليم هذا روح الإسلام سلم دعاء أبي حمز الثمالي آخر مقطع فيه ورضني من العيش بما قسمت لي أنا ما أريد أتحدث حديثي مو ضد الحركة والنشاط مو مشكلة تحرك حتى لو كان حشاكم أهداف جنونية مو مشكلة أنا الجانب السلبي جاي أتحدث قرر في نفسك خشش راسك بالطوفة مو مشكلة ولكن إذا تعور راسك إذا الأمور ما جرت حسب ما حسبت إذا الحياة خانتك إذا الأصدقاء قصروا في حذقك كذا لا تشتكي هذا هو تسليم ورضني من العيش شوف هذا الجانب السلبي أنا جاي أتحدثه قرر أنه لا تشتكي لا تلوم أحد لا تلوم الحياة لا تلوم البيئة مالتك نحن دائما نقول لو بيتي كانت أو آدم أنا جت أصير ألا طبيب لا تلوم الآباء لو آبائي كانوا ناس يفكرون لو أنا كنت أعيش في البيئة الكذائية مثلا في أوروبا كذا كنت أصير آدمي لا تلوم قرر أن لا تلوم لاحظوا هذا كلام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام اللي تلوته العلوان الرابع الخوف والقلق والاضطراب والاضطراب والتوتر قال تعالى وبشر المخبتين مخبتين يعني شنو المخبت روح يشوفه في اللغة الأرض المستوية اللي ما فيها أشجار وبيوت قاحلة كبيرة واسعة وما فيها صعدات ونزلات هذه كناية القلب المستوي ليش إحنا كل اضطراب ليش اضطراب على شنو ليش خوف ليش قلق ليش توتر دمار التوتر دمار أنت عندك استراتيجية ماشي بيها هذا التوتر ما يخليك توصل إلى هذه الاستراتيجية ما يخليك تنفذ الاستراتيجية الاستراتيجية يريد الأبرة ما يقدر بيجي اضطراب يسوف كيف هاي الحياة فائقة التعقيد وين إنسان يقدر أربعة أشياء شوف وبشر المخبتين بشارة يعني توصل أنت المخبتين روحوا لاحظوا الإنسان اللي ما عنده اضطراب الإنسان اللي ما عنده خوف ليش نخاف ليش نخاف أكو الله أكو رعاية أكو اهتمام أكو حساب وكتاب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لن لن ملم مستحيل لم أداة استحالة مستحيل يحوشك يشيل اللي الله ما كاتب إذا الله كاتب ليش يحوشك ورغما على أنفك فإذا ليش الخوف ليش الإضطراب وين التوكل على الله وين أثق بالله وين ومن يتوكل على الله فهو حسبه شنو هاي مفاهيم هذا الضحك على ذقون العياذ بالله قرآن هذا نعتقد بس هذا الاعتقاد لا ينسجم مع قراراتنا وحديثنا هذا الركن الأساسي لاحظوا اعتبروا أن كل عمل استراتيجي يعتبر شنو قانون الحياة ولكن الأمور السلبية التي يجب تجنبها هذه روح الحياة هاي أمور تافهة قلت سفاسف ولكن هذه السفاسف دائما تصير على حساب نجاحنا إحنا إذا الإنسان يهملها يتجاهلها هذه أهم عوامل الخسارة في الحياة توكل على الله الأمور إحنا نتصور إذا فلان شي ما صار فخلص أنا سعاتي مية بالمية فقدته منو قال الحياة مو الشكل والله هذا مو أسلوب حياة هذا هذا ليست أسلوب للحياة هذا المعيشة الشكل الحياة بها غنية الحياة ألف طريق أكو للسعادة ألف طريق وألف ومليون طريق أكو للوصول إلى الأهداف إذا مية طريق الإنسان يعجز أكو طرق أخرى ليش إحنا نبني الحياة على مجالات ضيقة هذا خطأ استراتيجي هذا الخطأ يتبعه مئة خطأ آخر بالنتيجة الإنسان كل عمره همه حركه نشاطه حيوية وإقدام بعد فترة تقاعس تراجع تثبيط فقد عزيمه هاي المفاهم هاي الحياة ليش عقليتنا عقلية ندرة ماكو عقلية وفرة وفور أكو في الحياة الحياة غنية غنية ماكو يتش عقلية إذا هم مو غنية هذا هو بعد حتى لو الحياة مو غنية استجيب بالنتيجة هاي الحياة بعد الحياة مشاكل الحياة متعبة إذا أنا جاي أتعب الآخرين هم جاي تعبون مو بس أنا تعبان الكدح مو فقط مني يا أيها الإنسان إن تكونوا تألمون فإنهم يألمونك كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إضافة أنت عندك أنت عندك أمل لكن ما عنده أمل الآخرين اللي وصلوا هذول اللي حققوا إنجازات كبيرة هذول هم مثلك عندهم كارثة في الحياة إحنا نتصور إحنا نبالغ دائما إذا فد واحد ملياردير مثلا فلان شخص نتصور أنه هذا محتضن السعادة بكل أبعادها لا دائما نبالغ فيه جائيا عندما نفكر أن الأهداف الكبرى تحقق سعادتنا هذا خطأ ما تحقق وبعدي نتصور هالشكل إذا أنا عندي مثلا سيارة مارسدس مثلا أو مثلا كذا روز رايز فأنا أكون سعيد روح شوف ماك واحد يمتلك سيارة روز رايز وهو سعيد عنده مصايب من جهة ثانية عنده ولد متخلف عقليا يحرق حياته مثلا الحياة هي الشكل إن يصبكم قرحون فقد أصاب القوم قرحون مثله الناس هي الشكل اثبت تحمل أول هول عن نفسك ثانيا لا تلف واصل واصل لا تعرض استقيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فأة فاثبتوا الحياة هذه خاصة في المجالات الدينية هذا الموضوع في كل المجالات في كل المجالات المادية والمعنوية بالخصوص في المجالات المعنوية الشيء الذي يمكنه الإنسان أن يحققه في المجالات المعنوية هذا أهم إذا أنت تصديت لمشروع هذا المشروع بالنتيجة تعثر ببعض المشاكل أكو ناس تدري قربة إلى الله يجون يفلشون بالمشروع دائما أكو مشاكل هذه المشاكل لا تحولك إلى يعني لا تقوض عزيمتك واصل وترجون من الله أكو وراء أولا الله وعد وعد بالنصر إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لعد وين وعد الله لننصره في الحياة الدنيا ليس بس الرسول أكو وعد إلهي أمل عندك بالله أخيرا مهما كانت القضية كبيرة وتشوف الأفق قاتم قاتم ما معقول هذو أولاك أقوياء هذو أولاك ما دل كذا ما يخالف أوقوف اثبت شوف الله شلون ينصلك مثل ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الأنبياء في مجالات كان مستحيلة النصر امشي بدائك ما مشابك هذا هو أنت الآن طايح في مشكلة هاي هي بعض هاي مشكلة بعض عبالك أنت إذا تخلصت من هاي المشكلة لفت راسك طلعت من هاي المشكلة راح تسلم من مشاكل الحياة والله تجي شيء أرد من هاي المشكلة وأسوأ وأشد الحياة ما تنتهي من المشاكل يا أيها الإنسان إنك كادحن إلى ربك كادحن فملاقي هذا فاء ما بعد فاء متصل بما قبل فاء يعني إلى لحظة اللقاء إلى لحظة اللقاء حياة مشاكل الحياة ما تنتهي فليش أنت تجزع ليش تجزع ليش الجزع ليش الخوف ليش تصيح ليش تضطرب ليش تصير عصبي إيه الأمور محسومة شيء تأم أبيت محسومة عليك وهذه هي الحياة يقول المعيد يقول تنصلح من هوني تنفتق من هوني الحياة ما تتهدأ أخوه الله ما خلق الحياة للراحة فليش أنا أصر على أنه بكل صورة أطلع من هاي المشكلة الإنسان يطلع من المشكلة يطيح في مشكلة أكبر منها أو لا أقل مثل فإن واحد قصة معروفة يقولون فإن واحد تاجر سابقاً التجارة كانت بين المدن يجيش مدينة يشتري بضاعي ودي بيعها مكان ثاني مثلاً فالتاجر يعبر المدن دائماً في أثناء دخول لإحدى المدن شاف أكو نواعير نعور النعور هاي الآلة اللي تنصب على الآبار سابقاً فآلة خشبية تربط بها مثلاً عشرين ثلاثين أربعين دلو هذا ويشدون بالنعور أجل لكم الله حيوان فهذا الحيوان يفتر فالنعور عندما يفتر هذا الدلاء تنزل تملأ وتصعد تفرغ هذا الناعور شاف أكو في مدخل المدينة آبار عديدة وعلى كل بئر أكو نعور وعلى كل نعور شادين أجل لكم الله فتح حيوان وإذا التفت أنه وحدة من هذه النواعير شادين بها إنسان تعجب عافي الطريق هو يريد يدخل للمدينة أجه قل له تشونه أنت إنسان أنت شونه حيوان أنت جني قال لا أنا إنسان شوفني إنسان قل على على وش شادينك بالنعور قال أنا عندي فدمولى غني ثري بس ميه اللي يشتري له حيوان يشده يشغلني بالنهار من الصبح للظهر في أشغال حاجاته وبعدين يشدني بالنعور قلت له هذا يا ملعون قل لي أنا تاجر أروح هوام تاجر زميلة أروح أحاجي قل لي ما يحتاج الدنيا تنقضي هاي العبارة بالنتيجة هذي مصيبة هذي ما تكون فهذا مصيبة ثانية عبد كان شوف عبد قد حكيم هاي هاي نهاية الحكمة حقيقة الحكمة هذه الحكمة مو إنجازات وستراتيجية ووضع خطة استراتيجية رصينة وأهداف كبيرة والطريق إلى هذه الأهداف هاي الحكي الخرط اللي نتعلمها دائما هذا مو الحكمة هاي الحكمة شفته هو ما يريد هديته ورحت ورى فترة أيضا صار مروري فبس شفت النواعير ذكرت القضية دقيقة شفت ماكوا واحد مشدود بي قلت هذا الشخص قاعة تحت العذاب مات فأجيت سألت الناس اللي العراب اللي موجودين قلت لهم أكو كان سابقا واحد يشدونه بالناع قالوا إيه هذا صار حجي آغة فلان ومتمكن صاحب تجارة وين عنوانه قال له العنوان أجيت شفته نعم في المقام ما عرفني بس أنا عرفته قلت لأ أنت من وراء الناعور شجابك قلت هنا قال ها أنت ذاك فلان رحب في قال لي أنا مولايا مات مولايا مات زوجة المولا اخترحت علي بالزواج لأنه شافت مني سنوات طويلة ما شافت مني إلا الوفاء إلا الصدق إلا على كل حال أمانة فزوجة المولا صار زوجتي أموال المولا كلها صارت هذه أموال المولا بعدين قال لي تذكر أنت جيتني عند الناعور قلت لك تنقضي شوف شلون انقضت بعدين نقل هذه هم تنقضي لا تتصور هذا الترف وهذه رفاهية تبقى هذه هم تنقضي هي هذه حقيقة نهاية العقل هو هذا الحكمة هذه الاستراتيجية الأساسية روح الاستراتيجية أن تختار ما لا تفعل الاستراتيجية أن تختار ما تفعل روح الاستراتيجية أن تختار ما لا تفعل لا تستعجل لا تضطرب لا تتصور الحياة راحت من إيدك اختار لنفسك أمورا بسيطة لا بكل صورة لا تقتحمها هذا الروح الاستراتيجية هذا أهم من الأعمال الكبيرة التي تنجزها في الحياة نعم مهم الأعمال الكبيرة هذه التجارة وسفر وتخطيط وخبروية هذه كلها تحقق جانب من الحياة لكنها هذا الجانب رهين مية بالمية بهذه السفاسفة القليلة الحقيرة الإنسان عندما يخطط في الحياة إحنا نقعيش الحياة نروح في وجه المشاكل ما عد نفد مبنى قرر نفسك شغلة تأخذ خمس دقائق دقيقتين خلي حياتك مبنى مبنى أنه لا تأصر لا تغضى لا تنفعل لا تضطرب إذا ضربت هوني شوية إذا حصل عندك توتر حاول أن هذا التوتر تنزل قرر في حياتك جنبا لجنب لهذه المشاريع الكبرى التي تهدفها تسعى إليها هذا هو الأهم لأنه هو الروح الحياة روح البقاء في الحياة يقول فد واحد هذا الوالد ينقل فد عاء فالتاجر كلش كبير راجي محمود آبات فد ملياردير كان على قضية راجي محمود آبات فد جزء كبير على كل حال من الهند كان ملك إله هو وأخوه على كل حال فقدوا بقضية فقدوا تجارتهم راحت كل هالأموال راحت هو يقول ينقل للوالد الوالد ينقل عنه يقول أنه أخوي شيئا فشيئا صار مجنون بعدا مات كمدا دق مات يقول أنا كل ما تجينا أخبار أنه الملك الكذائي راح وكذا أنا جد أضحك أضحك هذا هذا مجنون لذا بقي عشرين سنة أكثر من أخوه حاش وعاش في جوار الإمام الحسين استوطنح جوار الإمام الحسين وبالنتيجة الحياة بالنتيجة أخيرها الموت هم هذاك مات هم هذا مات أم هذا مات بسعادة المعاكسات الحياة ما سحكتها بالقاع شوفوا الفرق أخوان من أم وأب يرتبط بالقرار الذي يقرر أمن وان صادق عليه الصلاة والسلام يقول إنما هي عزمة نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآله الطاهرين أن يعيننا على ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة